توجه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية حيث هنأ قداسة البابا توادرس الثاني بابا الاسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وجميع المواطنين الأقباط بوافر الصحة ودوام التوفيق وأن يدم على مصر الخير والأمن والسلام من جانبه توجه البابا توادرس الثاني بابا الاسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية بالشكر للرئيس الوزراء على تواجده بمقر الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد معربا عن تمنياته للحكومة بالتوفيق في مساعيها للبناء والتنمية وللدولة المصرية بدوام الأمن والاستقرار والرخاء